موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله أقاتك ومشاهدنا الكرام وأهلا وسهلا بكم إلى حديث الصحافة صوت الحقيقة الرعب الدائم للطغاة فهل يفلحون في إسكاته ويفلتون من العقاب؟ مركز أنباء الأمام المتحدة نشر بعنوانه الاحتفال للمرة الأولى باليوم الدولي لمكافحة الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين تحتفل نظمة التربية والعلوم والثقافة اليونسكو يوم الأحد الثاني من تشرين الثاني نوفمبر تحتفل مع شركائها في منظومة الأمم المتحدة وفي المجتمع المدني باليوم الدولي لمكافحة الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين وذلك للفت انتباه العالم إلى هذا الوضع المقلق الذي يحد من قدرات الصحفيين على أداء عملهم وينال من حق الجمهور في الحصول على المعلومات وقتل ما يربو على سبعمائة صحفي خلال العقد الماضي بسابق قيامهم بأنشطتهم المهنية الخاصة بتوفير المعلومات للجمهور وكانت أغلب هذه الاغتيالات تتم عن عمد وترتكب انتقاما من الصحفيين الذين يبلغون عن الممارسات الإسجامية والفساد ولم يجري تحقيق بشأن تسعين في المئة من هذه الجرائم وذلك إما لعدم كفاية الموارد أو لغياب الإرادة السياسية وقد تقرر إعلان هذا اليوم بموجب قرار السلامة الصحفيين ومسألة الإفلات من العقاب الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة العام الماضي وأكدت اليونيسكو في بيانها على أن عدم التصدي بالوسائل القضائية لهذه الجرائم إنما يعني أن الكثير من الذين يحرضون على ارتكابها وينفذونها سيكون لهم مطلق الحرية في معاودة القيام بهذه الممارسات متى رسخ في أذهانهم أن الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام الاجتماعية يهددون مصالحهم وسوف يقام في هذه المناسبة العديد من الاجتماعات والندوات ومناقشات فرق رفعة المستوى وذلك في مقر الأمم المتحدة في نيويورك تتعالى الأصوات من داخل أمريكا معترضة على تخبط وغمض الموقف الأمريكي تجاه الأسد موقع برلار الإلكتروني التركي نشر بعنوان البيت الأبيض يدافع عن الاستراتيجية الأمريكية تجاه السوريا والأسد سعى البيت الأبيض ووزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون إلى تقديم موقف موحد بشأن سوريا بعد تقارير عن مذكرة من وزير الدفاع تشوك هيجل انتقد فيها الاستراتيجية الأمريكية وصفها بأنها غامضة تجاه الرئيس السوري بشار الأسد حيث قال إن سياسة أوباما إزاء سوريا معرضة للقطر لعدم توضيح النوايا الأمريكية تجاه الأسد وقر بأن الأسد ربما يستفيد من الهجمات الأمريكية على مقاتل الدولة الإسلامية في بلاده في حين قال المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إيرنست إن الاستراتيجية الأمريكية ضد الدولة الإسلامية في سوريا والعراق تسير بنجاح ونفى أن تكون واشنطن تركز على إضعاف المتشددين الإسلاميين على حساب هدفها الآخر وهو إزاحة الأسد من السلطة وأضف إيرنست في مقابلة مع قناة تلفزيون CNN الإخبارية سياسة ناتجها الأسد واضحة بالفعل نعتقد أنه لا يملك شرعية وجهت انتقادات إلى الرئيس باراك أوباما داخل الولايات المتحدة وفي الخارج بأنه أخفق في تعامل مع هجمات قوة الأسد على المعارضة السورية التي ستحتاج إليها واشنطن في نهاية المطاف في المنطقة وتقول إدارة أوباما إنها تريد تنحية الأسد لكنها تأمل في إرجاء هذا الهدف لتركيز على مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية رجعين فهل نؤجل السعادة فعلاً؟ لحتى نرجع تساؤل يجيبنا عليه فيصل القاسم الذي نشر في القدس العربي إلى ملايين المغتربين لا تؤجل سعادة الغربة إلى الوطن مهما طالت سنين الغربة بالمغتربين فإنهم يظلون يعتقدون أن غربتهم عن أوطانهم مؤقتة ولا بد من العودة إلى مرابع الصبا والشباب يوماً ما للاستمتاع بالحياة وكأنما أعوام الغربة جملة اعتراضية لا ما حل لها من الإعراب فكم من المغتربين قضوا نحبهم في بلاد الغربة وهم يرنون للعودة إلى قراءهم وبلداتهم القديمة وكم منهم ظلوا أجل العودة إلى مصقة الرأس حتى غذ الشيب رأسه دون أن يعود في النهاية ودون أن يستمتع بحياة الاغتراب وكم من المغتربين عادوا فعلاً بعد طول غياب لكن لا ليستمتعوا بما جنوه من أرزاقاً في ديار الغربة بل لينتقلوا إلى رحمة ربهم بعد عودتهم إلى بلادهم بقليل وكأن الموت كان ذلك المستقبل الذي كانوا يرنون إليه لقد رهنوا القسم الأكبر من حياتهم لمستقبل ربما يأتي وربما لا يأتي أبداً وهو الاحتمال الأرجح كم كان المفكر والمؤرخ البريطاني الشهير توماس كارلايل مصيباً عندما قال لا يصح أبداً أن ننشغل بما يقع بعيداً عن نظرنا وعن موتنا ولأيدنا بل يجب أن نهتم فقط بما هو موجوداً بين أيدينا بالفعل إن من أكثر الأشياء مدعاة للرثائف الطبيعة الإنسانية أننا جميعاً نميل أحياناً للتوقوف عن الحياة ونحلم بامتلاك حديقة ورود سحرية في المستقبل بدلاً من الاستمتاع بالزهور المتفتحة وراء نوافذنا اليوم لماذا نكون حمقاً هكذا؟ يتساءل دايل كارينجي أوليست الحياة في نسيج كل يوم وكل ساعة؟ إن معظم الناس يندمون على مفاتهم ويقلقون على ما يخبئه لهم المستقبل وذلك بدلاً من الاهتمام بالحاضر والعيش فيه ويقول دانتي في هذا السياق فكر في أن هذا اليوم الذي تحياه لن يأتي مرة أخرى إن الحياة تنقضي وتمر بسرعة مذهلة إننا في سباق مع الزمن إن اليوم ملكنا وهو ملكية غلية جداً إنها الملكية الوحيدة الأكيدة بالنسبة لنا لقد نظم الأديب الهندي الشهير كالي داسا قصيدة يجب على كل المغتربين وضعها على حطان منازلهم تقول القصيدة تحية للفجر انظر لهذا اليوم إنه الحياة إنه روح الحياة في زمنه القصير كل الحقائق الخاصة بوجود الإنسان سعادة التقدم في العمر مجد الموقف روعة الجمال إن الأمس هو مجرد حلو من القضاء والغد هو مجرد رؤية لكن إذا عشنا يومنا بصورة جيدة فسوف نجعل من الأمس رؤية للسعادة وكل غد رؤية مليئة بالأمل فلتول اليوم اهتمامك إذن هكذا تؤدي تحية الفجر الشعب السوري العظيم قادر دائما على صناعة الأمل رغم الظرف المستحيل وفي إحدى النماذج على الانتصار على الصعوبات نشرت صحيفة الشرق الأوسط مقالا بعنوان هاوانيت بديل المعارضة السورية عن انترنت النظام جاء فيه منذ اليوم الأول لاندلاع الاحتجاجات ضد النظام السوري في مارس آذار 2011 كان الانترنت سلاح المعارضين السوريين الأول في إصال صورة ما يجري في بلادهم في ظل عدم قدرة وسائل الإعلام التقليدية على نقل الصورة بدقة جراء الإجراءات الحكومية المتشددة واستطاع المعارضون السوريون منذ الأيام الأولى تخطي عقبة الانترنت الحكومي سواء من خلال استعمال برامج خاصة لتضضيل الرقابة أو من خلال الحصول على خدمة الانترنت عبر الأقمار الصناعية وأوضح المهندس في وزارة الاتصالات في الحكومات المؤقتة عبوا الحص في تصريح للشرق الأوسط أن الناشطين في المناطق المحررة كانوا يلجأون طوال المرحلة الماضية إلى وسيلتين لاستفادة من الانترنت فإما أن يعتمدوا على شبكات انترنت دول الجوار وخاصة تركيا والأردن وأربيل أو على الانترنت الفضائي الذي كان بمعظمه بأداء ضعيف وتكلفة عالية تؤمنه شركات أجنبية من خلال موزعين ينتشرون في الدول المحيطة بسوريا وأشار الحس إلى أن الخدمة التي تؤمنها الوزارة حاليا مختلفة تماما عن تلك التي كان يعتمد عليها الناشطون فهي حاليا ذات جودة عالية وتكلفة منخفضة وبعد أكثر من ثلاثة أعوام ونصف على معاناة تأمين الانترنت تكفلت وزارة الاتصالات والنقل والصناعة في الحكومة السورية المؤقتة بالمهمة فأطلقت قبل نحو أسبوع مشروع هاوى نت لنقل البيانات الإلكترونية الحكومية وخدمة الانترنت بسرعات عالية للمناطق المحررة وذلك عبر دول الجوار بالاعتماد على تقنيات الاتصالات الضوئية والميكروية ويهدف المشروع إلى تلبية الحاجة الإنسانية بتأمين وسائل اتصال في المناطق المحررة وإيجاد بنية تحتية لمشاريع مستقبلية كربط المقاتم الهاتفية وشبكات الاتصال الخلوية وتأمين اتصالات خارجية يبدو أن السيسي يستعين بالمغني ذائع الصيط حسن الأسمر في كتابة عذابات الشعب المصري كتب سليم عزوز مقارن في صحيفة القدس العربي بعنوان عبد الفتاح السيسي وكتالوج هيكل الفصل الثالث من كتاب حياتي يعين جأفي إني لأجد رحى هيكل في الأحداث الأخيرة التي تشهدها مصر فالكاتب الكبير محمد حسن هيكل هو الذي هرول إليه السياسيون الفاشلة ليستغل علاقته بقائد الجيش المعين من قبل الرئيس محمد مرسي عبد الفتاح السيسي وينصحه بالانقلاب على السلطة الشرعية وقطع المسار الديمقراطي وكتب له خطابة لانقلاب هيكل في لقاء له مع لميس الحديدي ذكر أن السيسي اتصل به قبل أن يلقي هذا الخطاب فلما تلاه عليه في الهاتف هتف هيكل الله إنه مكتوب بحرفية ثم سأل السيسي من كتبه ليجيب السيسي أنا وكان دور هيكل كان فقط مراجعة الصياغة يكاد المريب يقول خذوني المذكور الذي بلغ من الكبر عتيا وعاصر أنظمة بعدد شعر رأسه لا يوجد التعامل إلا مع كتالوج المرحلة الناصرية فاستدعى لسطح ذاكرته أحدث سنة 1954 وكانت نصيحته لقائد الانقلاب بمزيد من الدماء وبكثير من المعتقلين سوف يستقر لك الحكم ورغم الدماء التي أريقت والسجون التي امتلأت عن آخرها بالمعتقلين فإن الأمر لم يستتب له لابد من الانتقال للفصل الثالث من كتاب حياتي عين الذي فيه الفرح سطرين والباء كل عذاب لخالد الذكر المطرب الشعبي حسن الأسمر فكان لابد من الدخول في حرب خارجية كحرب اليمن التي خاضها جمال عبد الناصر أو بدخول في حرب على الحدود وفكر السيسي وقدر في خوض حرب صريحة في ليبيا والعراق لكنه لا يمتلك الشجاعة أو الكفاءة لذلك ولأنه أضعف من أن يخوض حربا مع إسرائيل فدخل حربا مع شعبه ومع المصريين في سيناء وفي رفح وكان قرار التهجير لإقامة الجدار العزل تثوال النكبات على سوريا والمآسي أعظم بكثير من أن تحيط بها الأرقام نشر موقع عكس السير تقريرا بعنوان الأرقام الكاملة لحجم الكارثة الأسدية في سوريا حلب تتصدر قائمة الخراب وتحتاج أكثر من ملياري دولار للعودة جاء فيه يعد تساع رقعة الدمار في سوريا أحد التحديات المهمة أمام ملف إعادة الأعمار حيث لا تتركز تأثيرات الحرب على مناطق دون غيرها بل تتوزع في معظم المحافظات والقرى وكان لجميع القطاعات الاقتصادية ومنها الزراعة والصناعة والنفط نصيب من الخراب وتجاوز عدد المنازل التي تهدمت في سوريا أكثر من مليوني منزل حسب تقارير غير رسمية في حين قدرت دراسة سابقة للإسكوا عدد المنازل المهدمة بنحو 1.7 مليون منزل واحتلت حلب المرتبة الأولى بلا منافس لجهة التدمير وابطلعت الحرب نصف منازلها التي تقدر بنحو 424 ألف منزل وتحتاج إلى إعادة بنائها أو ترميمها بمبلغ ما يقدر بـ 1.2 مليار دولار ثم جاء رفو دمشق ثانيا بعدد المنازل المهدمة التي بلغت 303 ألاف منزل تحتاج إعادة بنائها إلى 950 مليون دولار وحمص ثالثا بعدد منازل بلغت 200 ألف منزل تحتاج إعادة بنائها لنحو 630 مليون دولار تلتها إدلب بحوالي 156 ألف منزل ودرع بـ 105 ألف منزل ودير الزور بـ 82 ألف منزل وحمى بـ 78 ألف منزل والرقة بـ 59 ألف منزل كما تعرضت القطاعات الأخرى إلى عمليات تخريب منظمة ومنها النفط الذي كان في مقدمة القطاعات المتضررة من الحرب وحسب بيانات نظام الأسد فإن خسائر القطاع هي الأعلى فالبلد الذي وصل إنتاجه النفطي مطلع 2011 إلى ما يقارب 380 ألف برميل يوميا لم تعد الحكومة تسيطر وفق تصريحات سابقة لوزير النفط والثروة المعدنية سليمان العباس لم تعد تسيطر إلا على نحو 15 ألف برميل يوميا شرق مدينة حمص وسط سوريا بعدما سيطرت المعارضة وتنظيم داعش على الآبار قبل أن يأتي التحالف الدولي بقيادة القوات الأمريكية ليقصفها ولم تنزوا الزراعة من عمليات القصف والتدمير وقتل وتهجير المزارعين وتوقع خبراء خفاضا قياسيا للمحاصل الزراعية في سوريا مقارنة بالفترة التي سبقت الثورة عام 2011 حيث تواجه جميع المحاور المتعلقة بالمنظومة الزراعية مشاكل عديدة الأمر الذي سيؤدي إلى تحول سوريا من دولة مصدرة للغذاء إلى دولة مستوردة له بدأ بحفظ الفاتحة وهو في العام الأول واليوم في العالم هو الأول فمن هو؟ الإجابة في موقع الجزيرة نت الذي نشر تقريرا عن طفل لبناني أحرز لقب العبقري الأول عالميا يقول الموقع أن الطفل اللبناني محمد نازيه المير عشر سنوات ابن مدينة طرابلس لم يخيب ظن والديه ومدرسته ومدينته حيث حاز لقب العبقري الأول عالميا إثر مشاركته في المسابقة العالمية للحساب الذهني التي جرت في ألمانيا مؤخرا بمشاركة خمسة وخمسين متنافسا من أربعين دولة وأثبت الطفل المير أن الحصول على المركز الأول في الذكاء ليس حكرا على أطفال الدول المتقدمة فقط بل إنه فاز بالمركز بفارق كبير عن أقرب منافسه ووصف شعوره لدى مشاركته في المسابقة لأنه كان خليطا من الفرح والرهبة وقال كان هناك الكثير من المشاركين كنت العربي الوحيد اعتقدت للوهلة الأولى أن المنافسة صعبة لكنني تمكنت من إحراز اللقب وعن بدايات الاكتشاف يضيف الوالد كان ذلك بحفظ محمد لسورة الفاتحة من عمري سنة ونصف تقريبا كان هذا لفتا لنا حيث دفعنا للتركيز أكثر حول قوة الذاكرة لديه ولفت المير أن طفله العبقري لا يحب دراسة الطويلة نظرا لتملكه خاصية التركيز والذاكرة القوية وهي ما جعلته متفوقا بجميع مواد الدراسة مشيرا لجهد العائلة المتواصل من خلال ربطه بمعهد مختص بالحسابات الذهنية وسبقت مشاركة محمد بالمسابقة العالمية بألمانيا فوزه بالمركز الأول العام الماضي في برنامج الذكاء الذهني الحسابي ACMA الذي جرى في لبنان وشارك فيه نحو 700 لبناني وعربي تباروا على حل 120 مسألة حسابية في 10 دقائق على أداة تعرف بأداة الخرز الياباني ومئة مسألة ذهنية دون استعمال أي أداة في 5 دقائق التوتر والضغط العصبي هو داء العصر والتغلب عليه يحتاج لاقتلاع المشكلات من جذورها موقع دويتش فيلا عربية نشر بعنوان 50 صائح لتخلص من الضغط العصبي تتنوع أسباب التوتر عادة بين مشكلات شخصية ومخاوفة من المستقبل علاوة على مشكلات الحياة اليومية بعض النصائح تساعدك على التخلص من التوتر وهناك خمس نصائح من شأنها المساعدة في تجاوز التوتر المرتبط بالحياة اليومية أولاً حل الخلافات قبل النوم أي خلاف مهما كان من الممكن أن يسبب الضغط والتوتر لذا ينصح الخبراء بتحديد المشكلة والحديث مع الطرف الآخر المعني بها ومحاولة كشف أسبابها وتجنبها وبالنسبة للخلافات بين الأزواج فمن الأفضل تصفية الأجواء مع نهاية اليوم وقبل النوم ثانياً الرياضة تساعد الرياضة على التخلص من التوتر العصبي لكنها قد تشكل هي نفسها مصدراً للضغط العصبي عند بداية ممارستها لذا فمن المهم أن حرص على ممارسة الرياضة بشكل مستمر لتحقيق أفضل استفادة منها لن تقضي الرياضة بالطبع على التوتر الناتج عن خلاف مع زميناً في العمل لكنها على الأقل تقلل من الأثار السلبية لهذا الخلاف على صحة الجسم ثالثاً التغذية تناول الطعام تحت طغط الوقت له تأثيرات سلبية عديدة على الصحة فإسكات الجوع بقطعة شوكولات أو وجبة سريعة له تأثير وقتي فقط على الشعور بالجوع وبالتالي يحتاج الجسم للمزيد من هذه الوجبات المعروف عنها أنها تزيد الوزن وهي مسألة كفيلة بأن تكون سبباً للشعور بالتوتر والضغط العصبي لذا ينصح الخبراء بالحرص على التغذية الصحية وعدم تناول الطعام تحت ضغط الوقت أو أثناء مشاهدة التلفزيون أو القراءة رابعاً النوم للنوم أهمية كبرى للجسم ولا يجب أن تقل ساعات النوم يومياً عن سبع ساعات خامساً الاسترخاء من المهم الحرص على الحصول على فترات للراحة والاسترخاء بخلاف ساعات النوم المعروفة الاسترخاء لبضع دقائق خلال اليوم مسألة مفيدة لتخلص من الضغوط العصبية أما بالنسبة لمن لا تتاح لهم هذه الإمكانية بسبب ظروف العمل فيمكنهم إغلاق العين لبضع دقائق مع التركيز على تنظيم التنفس بأي خيوط تقرر أن تنسج أيامك كريم أبو زيد يجيبنا في صحيفة العهد نسيج الإيجابية هو الأجدى تعيش الغالبية الساحقة من الناس اليوم ولسيما في ظل هذه الظروف القاسية التي تعتر مجتمعاتنا تحت رزح الأفكار السلبية التي تتملك تفكيرنا وتسيطر على عواطفنا ومشاعرنا فتجه مجرها والمثير للدهشة أنه عندما يسأل معتنق تلك الأفكار السلبية عن سبب مؤسه وشقائه يخبرنا أن الأيام أو الظروف فعلت به كل هذا ويلعن الزمان والمكان ويتمنى البوت والفناء بل يتمنى لو أنه لم يخلق أبدا لكن المتعمق في هذه الظاهرة يجد أن تلك الأفكار هي من صنعنا نحن وتعيش تحت رعايتنا أيضا يقول بعض المتخصصين في مجال فيزياء الأفكار وقانون الجذب إنما نركز عليه هو الذي نحصل عليه لأن أي شيء نود تحقيقه هو شيء فكري في البداية منطلقه فكرة فإذا تم اعتناق تلك الفكرة والإيمان بجدواها فهذا هو الطريق لتحقيقها أكثر الناس نجاحا هم أولئك المهوسون من نجاح وأكثر الناس سعادة وعافية هم أولئك الحالمون دائما بالسعادة والعافية وأكثر الناس حبا هم الذين يملؤون حياتهم بالحب ويفضون به على الآخرين إن قانون الجذب هذا لا يعرف أن الأمر الذي تفكر فيه هو جيد أم سيء إن كنت ترغب بحدوثه أم لا ترغب إنه يستجيب لأفكارنا فحسب فهو يعمل دائما سواء أردنا ذلك أم لم نرد علينا دائما أن نتحقق أن المرض لا يمكن أن يعيش إلا في النفوس المريضة وأن التفكير والحديث عن السرطان سيصنع مزيدا من الخلايا السرطانية وأن شفاء منبعه العقل قبل الحواس وأن الفكرة الإيجابية أقوى بمئات المرات من الفكرة السلبية وأن الشكوى لن تجلب إلا الشكوى وأن الشكر والحب والامتنان للآخرين لن يجلب إلى مزيدا من الأمور الإيجابية التي تستحق الشكر وأن تقدير أنفسنا واحترامها هو بوابة تقدير الآخرين واحترامهم وأن رضا عن أنفسنا هو الذي سيخلصنا من استحالة تغيير الآخرين وقولباتهم والتحكم بهم بما يتناسب مع رؤانا وأدى في هذا العالم من الخيرات ما يكفينا جميعا بل أكثر بل أكثر مما يكفي من الأفكار المبدعة من الحب ومن العطاء علينا أن نفكر في الأشياء الإيجابية ونشعر إزاءها بالاكتفاء الوفير هذا هو الضمان لحصوله علينا أن نرسم لوحات حياتنا بريشة مبتسمة وستكون كذلك لا محالة يقول ألبرت أينشتاين التخيل هو كل شيء إنه الاستعراض لمشاهد الحياة المقبلة وأي شيء يستطيع عقل الإنسان أن يتصوره فإنه يستطيع إنجازه بكل تأكيد فعندما تأتينا الأفكار الملهمة يجب الوثوق بها والعمل بموجبها ومهما كانت رغباتنا وأحلامنا علينا أن نعتقد جازمين أنها قابلة للتطبيق فنحن الصانعون لكوننا ونحن ناسجون لحياتنا فلنختر بأي خيط سننسج أعزاء المشاهدين نعم سننسج أيامنا بالأمل وسنحققه بالعمل وسنزرع الخير والجمال في كل ما حولنا حين ذاك ستصبح الأرض كلها وطنا مع أطيب المناء أودعكم على موعد بلقاء مع حديث صحافة جديد غدا إن شاء الله تقبلوا تحياتي وتحياتي فريق العمل أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة